لم تقتل الحكومة الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين وتدمر بيوتهم وتفجر مدارسهم وتحرمهم غذاءهم ودواءهم وأملهم فقط شيطنتهم نزعت عنهم إنسانيتهم تربي أطفالها على كرههم وجنودها على استهدافهم ومجتمعها على إنكار حقهم في الوجود هذه هي العقائدية العنصرية اللا إنسانية التي جعلت من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلين فعلا يفخر به جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي هذه هي الكراهية التي حركت أرجل الجنود الإسرائيليين التي ركلوا بها جثامين شباب فلسطينيين من فوق السطوح في الضفة الغربية لتسقط أمتار أمتار نحو الأرض ولتسقط ادعاءات أخلاقية قتلتهم شيطنت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين فمكنت إرهاب المستوطنين ضدهم وشرعنت سرقة أرضهم وطغت في سلب حقوقهم حرب إسرائيل على غزة تبدي وحشي لهذه الكراهية هي حرب تطهير عرقي إلغائية تستهدف محوى الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية دلائل ذلك في الدعوات العلنية لوزراء إسرائيليين حرق الفلسطينيين في تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن يسمح أبدا بتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي قرار الكنيسة الإسرائيلي منع تجسيد الدولة الفلسطينية ودلائله في همجية العدوان على غزة في السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية واللا إنسانية التي سبقتها في كل الأرض الفلسطينية المحتلة مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وحرق البيوت وحصار الاقتصاد والاعتداء على مقدسات القدس المحتلة الإسلامية والمسيحية ومحاولات تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية